أم حرام بنت ملحان إنها حميدة البر، شهيدة البحر، التواقة إلى مشاهدة الجنان، أم حرام بنت ملحان واحدة من علية النساء التي كان لهن شأن بين نساء الإسلام، وإحدى السابقات الأنصاريات إلى الدخول في دين الله، ومن أوائل النساء التي أعلن إسلامهن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أم حرام بنت ملحان، خالة أنس بن مالك رضي الله عنه، وأخت البطلين الشهيدين حرام وسليم ابني ملحان ابن خالد، شهد بدرا وأحدى، وقتل شهيدين يوم بئر معونة وعمر بن ملحان أخوها، هو الذي حمل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل زعيم بني عامر وأحد الشعراء لفرسان فلما أتاه الكتاب لم ينظر فيه حتى عدا على حرام فقتله، وهي أيضا أم قيس بن عامر بن قيس وزوج عامر بن قيس بن زيد شهد أحدا وقتل شهيدين فيها تزوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو واحد ممن شهدوا العقبة مع السبعين من الأنصار، وأحد النقباء لاثني عشر شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عقبيا بدريا أنصاريا، فأكرم بهذه الأوسمة المباركة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أم حرام ويزورها، حيث ذكر العلماء أنها خالة له من الرضاعة وذكر آخرون أنها خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار ولأم حرام رضي الله عنها مناقب تفيض بالبركة وتتسم بالكرم، فمنها البذل والإيثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما زارها ومنها نقاء السريرة وصدق الإيمان والإخلاص في العبادة، وهذا ما حملها إلى الشوق للجنة، فكانت تطلب الشهادة في سبيله، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى لها ليجعلها من الشهداء فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ففرحت واستبشرت واستقرت صورة الشهادة في أعماقها، وباتت ترجوها، وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وجاء عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وكانت أعظم الفتوح، فلما جاء عهد عثمان رضي الله عنه استمرت الفتوحات وتوسعت، وفي سنة سبع وعشرين غزى معاوية رضي الله عنه قبرص في البحر، وخرجت أم حرام مع زوجها عبادة رضي الله عنهما غازية في البحر، فحملتها الذكريات إلى أعوام مضت، فتذكرت بشارة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنها ستغزو في البحر وستكون شهيدة، وقد تحدثت هي بذلك، فقد ذكر عمير بن الأسود العنسي أنه أتى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو بساحل حمص، وهو في بناء له، ومعهم رأته أم حرام، قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي وجبت لهم الجنة، قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم، قال أنت فيهم، رواه البخاري، قد ذكر أنس رضي الله عنه خبر وفاة خالته أم حرام، فقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان، فاتكأ عندها ثم ضحك، فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله، مثلهم مثل الملوك على الأسرة، فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها منهم، ثم عاد فضحك، فقالت له مما ذلك، فقال لها مثل ذلك، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين، قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت، فركبت البحر مع فاخته زوج معاوية بن أبي سفيان، فلما قفلت ركبت دابتها، فوقصت بها أي رمتها، فسقطت عنها، فماتت، رحم الله أم حرام بنت ملحان، فقد عاشت حميدة البر، وماتت شهيدة البحر، وكانت تواقة لمشاهدة الجنان، فرضي الله عنها وأرضاها. أم المنذر بنت قيس أم المنذر بنت قيس إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها سلمة بنت قيس بن عمر بن عبيد، وهي من أولى المؤمنات اللائي دخل الإيمان في قلوبهن من أول يوم صافح أسماعهن عن طريق دعوة مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى الإسلام في المدينة، فأعلنت إسلامها لتحوز السبق في مضمار السابقات، وأم المنذر هي أخت صليط بن قيس، واحد من فرسان مدرسة النبوة، شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أبطال معركة الجسر الشهيرة مع أبي عبيدة، حيث قتل يوم الجسر سنة أربع عشرة من الهجرة، ولم يكن له عقب، وأم المنذر من النساء اللائي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهذه البيعة قصة ترويها بنفسها، فتقول جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته في نسوة من الأنصار، فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، قال ولا تغششن أزواجكن، قالت فبايعناه ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن رجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا، قالت فسألته فقال صلى الله عليه وسلم تأخذ ماله فتحابي به غيره، ولهذه الصحابية الجليلة مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قبل عليه الصلاة والسلام شفاعتها في رجل لاذ بها، وكان ذلك في غزوة بني قريضة، فعندما كان المسلمون ينفذون ما حكم به سعد بن معاذ في بني قريضة، كانت أم المنذر رضي الله عنها بقرب النبي صلى الله عليه وسلم ترى نهاية بني قريضة، وكان رفاعة بن سموء القرضي لهم قطاع إليها وإلى أخيها سليط بن قيس وأهل الدار، وكان رفاعة حين حبس أرسل إلى أم المنذر رضي الله عنها أن كلمي محمدا صلى الله عليه وسلم في تركي، فإن لي بكم حرمة وأنت إحدى أمهاته فتكون لي عندكم يدا إلى يوم القيامة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمارات الحيرة مرتسمة على وجه أم المنذر فسألها وقال ما لك يا أم المنذر؟ قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله رفاعة بن سموءل كان يغشانا يعني يزورنا ولنا به حرمة فهبه لي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى رفاعة يلوذ بها فقال نعم هو لك، ثم قالت يا رسول الله إنه سيصلي فتبسم عليه الصلاة والسلام ثم قال إن يصلي فهو خير له وإن يثبت على دينه فهو شر له، ثم أطلقه صلى الله عليه وسلم قالت أم المنذر فأسلم رفاعة، وهذه الصحابية الجليلة كانت تحظى بنفحات خاصة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخصها بالزيارة ويأكل عندها ويشير إلى أن طعامها ذو بركة وذو نفع، فعنها رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ناقه أي متماثر للشفاء، ولنا دوال معلقة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منها، وقام علي ليأكل، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي مه إنك ناقه حتى كف علي، قال وصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أصب من هذا فهو أنفع لك، ومن مناقب هذه الصحابية الجليلة أنها أعلنت بيعتها للمرة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت مبايعة البيعتين، وكانت هذه البيعة تحت الشجرة في بيعة الرضوان في السنة السادسة من الهجرة، حينما احتجز المشركون بمكة عثمان رضي الله عنه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة التي أمر الله تعالى بها، وسارعت أم المنذر في ثلة من الصحابيات الجليلات يبايعن على الموت، فنالت بذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عندما قال لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، اشتركوا في القناة